توتر متصاعد بين القوات الأمريكية والميليشيات الإيرانية على الأراضي السورية خلال الساعات الماضية القصة بدأت حين استهدفت مسيرة انتحارية قادمة من العراق قاعدة خراب الجير التابعة للتحالف الدولي بريف الحسكة ما أدى لمقتل متعاقد أمريكي وإصابة ستة جنود لم يتأخر الرد الأمريكي لتشن الطائرات الأمريكية ضربات دقيقة شرقية سوريا ضد المنشآت التابعة للحرس الثوري الإيراني وفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية المنشآت الإيرانية المستهدفة تعرضت للدمار وفق الدلائل الأولية التي نشرتها الوزارة القصف والقصف المضاد لم يتوقف لعدة جولات حيث قصفت الميليشيات الإيرانية بخمسة عشر صاروخا حق لا كونيكو الذي توجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا أسفر عن إصابة جندي أمريكي حالته مستقرة كما تعرضت قاعدة القرية الخضراء الأمريكية شرقية سوريا لهجوم بثلاث مسيرات انتحارية الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة بعد الهجوم الإيراني كانت جزءا من الرد القوي على الهجمات الإيرانية وفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤكدا أن بلاده لا تسعى للصراع مع إيران لكنها تخطط للعمل بقوة لحماية شعبها ويضف بايدن أنه من غير الواضح أن أمريكا ستتخذ مزيدا من الإجراءات إيران التي يبدو أنها تحاول الضغط على الوجود الأمريكي في سوريا حذرات الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار الهجمات على مواقعها وفق ما نقلت وكالة نور نيوز من تصريحات عن مسؤول إيراني أكد فيها أن لطهران اليد الطول في سوريا وأن لديها القدرة على الرد في حال استهداف مراكزها وقواتها فهل ستشهد الأيام المقبلة المزيد من التصعيد بين الطرفين على الأراضي السورية؟ اشتركوا في القناة